أنواع أقمشة وألوان كثيرة تتصدر بكل سنة مع كل فصل في تغييرات يجب أن تكون موجودة كل سبيا دائما تحب أن تتلع بإطلالة أنيقة تكون مختلفة وحتى أن تتناسب أهم شيء مع الموسم والقطع على طول متجددة ومختلفة والموديلات ومحر واسع نجد وكل موسم نرى أفكار وأشياء جديدة وعلى أعتبار دخلنا بالخريف وبعدين سنصير ندخل بالشتوية القريبة لقد صارت معنا مصممة الأزياء وخبيرة موضة دلال فانوس ستخبرنا ما الجديد في خريفة شتاء 2022-2023 صباح الخير صباح الخير صباح الخير دلال سهلا بك معنا يعني هكذا بين موسم وموسم نحن لازم نشتمع لحتى نقعد نحكي بكثير تفاصيل بتخص عالم الأزياء وتخص إنه شو الموضة اللي رح تكون دارج هنروح لكثير أمور هنحكي يا سوا خلال نبدأ من هيك بشكل عام الفكرة العامة على 2022-2023 خريف شتوية شو رح يكون هيكي يعني يضغى أكتر بالموضة هلا أول شي هي حتكون الموضة معادة من زمن قديم يلي هي زمن التسعينات والثمانينات لأننا نحن كل السنة يعني بتلاقي فيه موضة جديدة تالعة بس كل عشرين سنة نرجع من عيد الموضة القديمة تلاقي مثل أمهاتنا كانوا يلبسوا من زمان الشغلات اللي كانت تدرس من عشرين سنة الأمايش كله بدا يرجع من عشرين سنة إلى هلأ من نرجع نعيد الموضة يعني اللي تخبى بالخزانة من طلعه بالضبط نحن لازم نتعلم أيا ملا ماما لازم نتبشي لازم نتبشي معنا لن نتبشي من أول وجدي ماذا نرى الأمايش بما أنه سنرجع للأديم 80-90 ماذا نرى الأمايش في هذه السنة؟ الأمايش بالمرتبة الأولى ستكون القماش الترتر كل شيء قماش برق كل شيء قماش يلمع سيرجع معنا لا أعرف إذا نرى صور سوف نروا معنا كل شيء قماش برق سيرجع معنا مثل ما نرى والقماش المحاكي وهو قماش السنارة تمام نرى الصور لكن كل شيء فيه لمعة كل شيء بفوق كله لمعة عن جد أكيد الفرور سيكون مسلط على الضوء لمحبين الفرور وسيكون المعاطف الطويلة التي تغطي الركبة ومثل ما رأنا هناك لمعة بالإضافة لجلد الحية سيكون كثير مسلط على الضوء هذا الموسيم نحن نبرق برق نحن نبرق برق بالضبط والجلد من الجلد سيكفي معنا من السنة الماضية إلى هذه السنة كمان كل الكوتس طويلة طويلة أكيد أكل طويلة وكمان نرجع ننوّر لنا على شغلة اللي هي البومبر جاكيت سيكون معنا كثير هذا الموسم هنلاقي على كل الصبايا وعلى كل الفنانات يعني نحن البومبر جاكيت اللي هو شو؟ الشغلة 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 وكمان في عنا الجواكيت الجوخ الطويلة اللي بتغطي الركبة بس مع نقشات الأبيض والأسود اللي هي الشعاعية بيقولوا لها الهوند ستيت كمان إذا فينا نشوف الصور بليز هنلا حنبلش نطلع الصور عن تمام والتنانير الدايئة هنلا نحكي عن تنانير لابن ما هلأ تنانير هذا البومبر جاكيت اللي حكينا عليه هنلاقي هو فيه يعني طابع ترينينج أكتر صحيح صحيح هنلاقي 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 نحن كثيراً نستغرب بآية تنورة الدايئة تنورة ديئة وطويلة يعني تحسين حركة فيها تماماً تماماً بس لأ لحن نلبسها هذا الموسم ورح نأتي على حالنا وما حنعرف نمشي نتبع اسلوب الموضع بالضبط أكيد طب حلو، هيا أخذنا هكذا خليلاً نقول الفكرة هي عامة عن شو رح يكون موجود حكت لنا دلال بقى نعرف كمان شوي أكتر عن الوان إذا نحن 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 يوم ننزل على السوق نعرف ما نأخذ ألوان ونستعرض مع بعض السور الألوان ستكون معنا في ألوان صارخة ستكفي معنا مصف صيفية للشتوية وهالشغلة قليلة كتير والله استمرت هذه الألوان الصارخة صار لها سنة تماماً ونستم كفية معنا مثل ما شفنا في فالنتينو اللون البينك هو طالدي على كل الألوان ليس بينك، هو البينك البينك الفاق بالضبط بالضبط، لون البينك وخاصة توتل بينك يعني بينك من فوق لتحت بالإضافة هذه الأمايش الدارجة بالإضافة للنيلي والأخضر سيكفي معنا هذا البينك الذي كنا نتحدث عنه حتى الكفوف حتى الكوز وركزوا على أن المعاطف تكون طويلة لتحتر ركبة مثل ما شفنا أيضاً نرجع آية للأمايش الدانتال والأمايش الجبير الذي تطابع غنثوي للصبية ستكون معنا أيضاً لهذه الشتوية ومراكزين عليها هذه الدانتالة تذكرونها قليلاً السعينات والثمانينات الثمانينات هذا الثمان القديم نجزع لدينا أيضاً لأن لون البني سيكسر الدنيا لدينا الشتوية هناك رجعة قوية كثيرة لللون البني وما لهم يحبون هذا اللون نحن نستغرب ولكن هناك رجع وهناك صدمة المشاهدين بعد قليل جاهزوا حالكم الحواجب الرفيعة؟ رجعين؟ لا إذا شفنا حالنا بصورة مثلاً وحواجدنا رفع نحن نقول ما كنا عاملين بحالنا لكن هذه العودة قوية كثيرة للحواجب الرفيعة بالإضافة للكونتور الشفاه البني نحن نبدأ بالضبط بالإضافة للفلاشر الزهر أو الأحمر ولكن لا نكتفي بفئة الخدود سنضع فوق العيون نحن رجعين لهذاك الزمن ليس فقط بالتياب بالشعر حتى على فكرة كل موديلات قديمة رجع معنا من الزمن القديم يعني الحواجب يتركو لنا ياهوش عن جد الحواجب تخيل هذه الصبية هي نسمة حواجبة هذا الخيط لا لا رح تشوفوها نشكل فنانات بس ينشوا بهذه الموضة خلاص اللون الواحد مثل ما شفنا بالصور كثير درج اللون يعني من فوق إلى تحد نشكل فنانات مع الشميس مع الجاكت مع كله وكله يكون لون واحد هيك هنشوفها الشتوية هتشوفها بالإضافة كمان للجزمات الجديدة لفوق الركبة كمان نفس اللون بالضبط نفس اللون اليوم أنا وآيا عاملين هيك عاملين لون واحد تماماً هتلاقي جزمة طويلة هذيك السنة حكينا عن الجزمات القصيرة اللي لتحت الركبة إذا متذكرين بس هاي السنة هتكون الجزمات لفوق الركبة كمان البنتالون أو التنورة هتكون من نفس لون الجزمة مع البلايزر مع حتى التشيرت اللي تحت البلايزر كله لون واحد كله لون واحد أكيد تمام نحن اليوم حكينا على الصيحات خلينا نقول الموضة بشكل عام وفيه قصص عنا جد ممكن الناس أن تستغربوا تشعروا أن أنا كثيراً بالنسبة لي ما فيني أن ألبس بهذا الشكل أو أن أتبع هذا النمط خلينا نقول خلينا نحكي على فكرة أنه أي صبير يوم عم تتابعنا حابة تلحق الموضة لكن يعني شوية وضعنا مشوه لابد يعني ما رح كثير يساعدها أنه نحنا نتبع نطلع هذه الطرعة كلها فخبرنا على قطع يجب أن تكون بهذه الشتوية بهذه الخريف بخزانة كل الصبية وعنجد ممكن هي تتحكم فيها بحيث أن تلبسها بأكثر من شكل وتحسيها قطعة جديدة لا من بيننا ما عندها كنزة صوف بالخزانة مثل ما نحكي فهي الكنزة الصوف سيكون فيها تحتها أميس لحتى نعطيها طابع شوية ترندي وشوية مواكب للموضة بالإضافة لحتى عندنا موضة راجعة جديدة نستفيد من الكنزة الصوف نربطها على الخسر هذه القصة كثير راجعة سنشوفها على كثير صبايا كمان الجزادين الكبيرة كمان ما في صبية ما عندها جزدان كبير الجزدان الكبير سيكون بخزانة كل صبية طالعة لتواكب الموضة من أول وجديد والصبايا اللي ما بيتقبلوا موضة يعني أنه اللون من فوق لتحن فهنا فيهم يكتفوا بلون واحد أكيد هنا نكسرها بالجاكت بالجزدان بالشوز ليس كل صبايا يحبون كل شيء نحن نحكي بلها يعني للعالم نحن نحكي كل شيء ترندي بس كل صبية تطبق الموضة اللي بتناسبها بتناسب بيئتها روتين حيات عمرا أكيد عمرا أهم تحت هيك عشر سنوط عن جد نشكر كثير بلال وجودك معنا سحالك مشاهدين كونو حبو الفقرة شافوا آخر الصيحات والموضات معنا شكرا كثير لك شكرا لك سهلة و سهلة فيك دائما معنا للاقات شكرا كثير لك شكرا كثير لك